مطريد انتجاه جايك من الشهر خلفه الصباح وأزيح الستار عن الوجه الجميل لقلب العاصمة نواكشوط شارع مجمع العيادات تحرر من احتلال الباعة المتجولين له بعد سنين عددا فبدى هكذا أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تنتشر قوات الأمن في كل اتجاه ضمن الخطة الأمنية المصاحبة لعيد الأضحى المبارك خطة طلع على مفاصلها الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم حيث قادته إلى الأسواق الكبرى بولايات واكشوط الثلاث مسديا التعليمات بعدم التساهل في حماية المواطن وممتلكاته بالتزامن مع الحدثين البارزين الذين ستشهدهما بلادنا انطلاق حملة رئاسيات الفين وأربعة وعشرين وأفراح عيد الأضحى المبارك وفي سبيل استتباب الأمن والسكينة وفرت الداخلية واللامركزية كامل العدة والعتاد وبمشاركة قوات الأمن المختلفة التي ستضع المجرمين تحت مجهر المراقبة وضمن الخطة الأمنية والترتيب لصلاة عيد الأضحى تفقد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية مسجد بن عباس الذي ستقام فيه صلاة العيد حيث تبينت جاهزية المعلمة الدينية لاحتضان الحدث الكبير كما كانت أسواق المواشي إحدى محطات زيارة الأمن العام لوزارة الداخلية والمركزية والوفد المرافق لها يقتضي الأمر حماية المواشي وملاكها من السرقة وهو ما تعمل عليه قوات الأمن المرابطة هنا كل هذا من أجل أن تكتمل أفراح العيد في جو تطبعه السكينة فتع ضدت جهود الحكومة والإدارة الإقليمية والمنتخبين المحليين بغية إخراج عيد الأضحى المبارك في أحسن صورة وإيصال الموسم الانتخابي إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر